بسم الله الرحمن الرحيم واجبات الصلاة من واجبات الصلاة التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وهكذا فجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذه واجبة ومعنى كونها واجبة أنها إذا نسيها الإمام أو المأموم أو المنفرد فإنها تجبر بسجود السهو والدليل على هذه التكبيرات من الواجبات قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقوله كبروا وقوله فقولوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب من الواجبات كذلك التسميع والتحميد وهو أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على ذلك وكان يقول سمع الله لمن حمده على كل أحواله ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فدل ذلك على أنه من الواجبات تسبيحة الركوع والسجود وهو أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى والدليل على هذا أن تسبيحة الركوع والسجود من الواجبات في الصلاة أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في رقوعكم فقول اجعلوها فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فقوله اجعلوها فعل أمر فدل ذلك على أن تسبيحة الركوع والسجود من الواجبات في الصلاة من الواجبات في الصلاة كذلك أن يقول المصلي في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي وهو سؤالة للمغفرة مرة واحدة فيقول في الجلوس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ويسن أن يكرر ذلك ثلاثا الواجب أن يقول ربي اغفر لي مرة واحدة فلو كررها ثلاثا فذلك سنة دل على سنية التكرار حديث حذيفة رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس بين السجدتين جعل يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكرره ثلاثا أيضا من الواجبات التشهد الأول والجلوس له فالتشهد الأول أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول وهو من الواجبات فلو قام عنه أو نسيه جبره بسجود السهو والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود وقد ذكرناه سابقا قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده الصالحين فقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد دل على أن التشهد فرض وواجب فهو من واجبات الصلاح ترجمة نانسي قنقر